موسيقى السلام عليكم في التاسع عشر من آذار 2003 بدأت الحرب الأمريكية على العراق بشن غارات جوية وفي اليوم التالي عشرين آذار بدأ الغزو البر الأمريكي البريطاني باجتياز الحدود العراقية الكويتية واحتلال البصرة حتى احتلال الأميركان لبغداد في التاسع من نيسان 2003 وإعلانهم سقوط النظام في العراق وإقامتهم لحكومة جديدة ونظام جديد يقوم على أساس المحاصصة المذهبية والعرقية والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال لماذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بغزو العراق واحتلاله؟ وهل أن الأهداف الثلاثة المعلنة تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل التي ادعوا امتلاك العراق لها وتهديده للعالم بها علاقته المزعومة بتنظيم القاعدة التي شنت هجمات الحادي عشر من سبتمبر إقامة الديمقراطية في العراق هل هذه هي الأسباب الحقيقية لهذا الغزو والاحتلال؟ معظم الباحثين الأمريكان والأوروبيين ممن تناولوا هذا الموضوع وجدوا أن الأسباب الحقيقية هي غير هذه ومنهم بوب وودورد في كتابه الوثائقي خطة الهجوم على العراق The Plan of Attack فيذكر أن المحافظين الجدد الذين كانوا يطالبون بغزو العراق قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من هجمات أيلول سبتمبر هؤلاء حال استلامهم السلطة في إدارة بوش الإبن عام 2001 بدأوا بالتخطيط لغزو العراق بل إن مدير CIA جورج تنت في كتابه المعنون في وسط العاصفة In the center of the storm My years at the CIA يقول في اليوم التالي لهجمات دعش أيلول سبتمبر وأنا أدخل إلى البيت الأبيض التقيت صدفة بأحد أبرز مفكري المحافظين الجدد وهو ريتشارد بيرل بينما كان هو خارجا من البيت الأبيض وقد فوجئت ببيرل الذي لم يكن يشغل منصبا رسميا في الإدارة الأمريكية يقول على العراق أن يدفع ثمن ما حدث بالأمس إنه يتحمل المسؤولية ويضيف تنت أنه قد صدم عندما سمع ذلك لأنه كان يحمل معه قائم بأسماء ركاب الطائرات التي قامت بالهجمات وفيها ما يثبت أن تنظيم القاعدة هو الذي نفذها ويضيف تنت أن تحقيقاتهم الطويلة لم تثبت أي علاقة للعراق بتنظيم القاعدة التي كان التنظيم فيه يتقاطع فكريا معها أي أن النظام كان يتقاطع فكريا مع أيديولوجية القاعدة مثل ما أثبتت اللجنة الأمريكية التي شكلت بعد الاحتلال أن العراق لا يمتلك أسلحة الدمار الشامل ولم يكن لديه أي برامج لإنتاجها منذ عام 1991 باحثون آخرون ومنهم ديفيد ويلشنسكي يقول في بحثه الموسوم ما هو السبب الحقيقي لغزو جورج بوش للعراق What's the real reason جورج بوش invaded Iraq أن إدارة بوش كان فيها ثلاث مجامع متحمسة لغزو العراق المجموعة الأولى هم المستفيدين مادية من الحروب ولا علاقة لهم بالسياسة مثل أصحاب المصانع مصانع إنتاج السلاح وغيرها من المصانع والشركات المنتجة لمستلزمات الحروب المجموعة الثانية وهي المهمة هم المحافظين الجدد الذين استلموا قيادة حكومة بوش مثل نائب الرئيس دكتشيني وزير الدفاع رامسفيلد ونائبه بول وولفوود وغيرهم هؤلاء يؤمنون أن حرب عام 1991 على العراق لم تنتهي بعد وإنه لا بد من إنجازها بإزالة نظام الرئيس صدام حسين نهائياً وإلى الأبد وقد وجدوا في الحرب على الإرهاب الفرصة لإنجاز ذلك هؤلاء كانوا أعضاء في مشروع ما يسمى القرن الأمريكي الجديد المجموعة الثالثة هم الذين يعتقدون أن الرئيس صدام حسين هو القائد العربي الوحيد الذي يهدد فعلاً إسرائيل ويجب التخلص منه هذه المجاميع الثلاث كانت تسعى لتعزيز قناعات الرئيس بوش الإبن بضرورة غزو العراق والتخلص من صدام حسين وهو الذي كان يقول هذا هو الرجل الذي حاول قتل والدي This is the guy who tried to kill my father or my dad وكان يقصد محاولة اختياله عند زيارته للكويت بعد حرب عام 1991 أي محاولة اختيال والده بوش هناك بحث آخر عده ماركوس نيكولاس عنوانه حرب واحدة وأسباب عديدة One war many reasons حدد فيه الأهداف الأمريكية غير الرسمية أو غير المعلنة لغزو العراق وأولها إزالة نظام صدام حسين أو أن إزالة نظام صدام حسين سيجعل أنظمة المنطقة تستجيب لقوة أمريكا أو أن شعوبها ستقوم بإزالتها بعد أن يشاهدوا النموذج العراقي في الديمقراطية وأطلقوا عليها دومينو إفكت بمعنى أنه مثل الدومينو عندما ترتب عندما تسقط واحدة تتوالى الأخريات بالسقوط الهدف الثاني هو النفط العراقي لأنه البحيرة النفطية الوحيدة التي لا يسيطر عليها الأمريكان ولا يوجد فيه شركات أمريكية بل إنه الدولة الوحيدة في أوبك التي تتعامل بالدولار بدلاً أو باليورو عفواً بدلاً من الدولار المحافظين الجدد كانت لهم علاقات مع هذه الشركات لم يكن لهم حصص فيها دكتشيني نائب الرئيس كان مدير شركة هالي بيرتن التي تقدم خدمات نفطية وجعله بوش رئيس لجنة سرية للتنسيق مع الشركات النفطية عند غزو العراق هالي بيرتن حصلت على عقد بدون مناقصة بقيمة 7 مليار دولار لتأهيل البنى التحتية وآخر لتقديم دعم لوجستي للجيش بمقدار 8.6 مليار دولار في العراق الهدف الثالث هو تشغيل المقاولين الفرعيين الأمريكان أطلقت عليهم الحقيقة آنهاكي دورن في كتابها The Invisible Soldiers أي جنود غير المرئيين أو المخفيين التي كتبت عن دورهم الكبير في حرب العراق لأول مرة في تاريخ الحروب الأمريكية ولذلك أطلق عليها الباحث أليسون ستانجر حرب المقاولين الأولى The First Contractors War غري شوب في كتابه Contractors as Military Professionals قدر عددهم بـ 30 ألف مقاول فرعي ثلاثة أرباعهم مسلحين شكلوا القوة العسكرية الثانية الكبرى في العراق قيمة المقاولات التي أعطيت لهم 85 بليون دولار منها 76 بليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية خلال الفترة التي تواجد فيها الأمريكان عسكريا من 2003 إلى 2011 إلى انسحابهم من العراق هذه خلاصة لما ورد في مصادر أمريكية وأوروبية ولكي نناقش هذه الآراء نستضيف اليوم الدكتور غازي فيصل أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية سفير العراق في فرنسا سابقا وعضو لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات فأهلا وسهلا بالدكتور ونشكرك على حضورك حقيقة أنا قدمت هذه المقدمة التي تعكس وجهات النظر الأمريكية والأوروبية بشأن الغزو الأمريكان للعراق في تقديرك كباحث في العلوم السياسية ومطلع هل هناك وجهات نظر أخرى عربية أو عراقية أو وجهة نظرك بشأن هذا الغزو؟ هل هناك دوافع؟ هل هناك عمق تأريخي لهذا الغزو غير الذي ذكره هنا؟ مؤكد ما تفضلت به يشكل قاعدة أساسية للتفكير، للتحليل، للاستنتاج حول طبيعة الدوافع، العوامل، الجذور، الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الأزمة العميقة بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أعتقد لكن هذه وجهة النظر الشكل وجهة النظر الأمريكية نعم يعني وجهة نظر الإدارة الأمريكية الاستقبارات، البنتاجون، المخابرات الأمريكية، الأمن القومي الأمريكي يعني أي وجهة نظر دكتور؟ هذه التي تفضلت بها استعرضتها بالكتب والمعلومات التي هي انطباعات وتصورات القيادات الأمريكية الأنت الجانسية الأمريكية ومراكز البحوث عن طبيعة النظم السياسية بالعالم الثالث بالوطن العربي أو النظام السياسي بالعراق الذي كان سائد من 1968 إلى 2000 وثلاثة فهو يجسدنا الرؤية الأمريكية للأزمة لطبيعتها، جذورها وأيضا للنتائج التي ترتبت عليها هذه الأزمة وطبيعة العلاقة بين أطراف الأزمة المختلفة سواء الإقليمية أو الدولية أعتقد المشكلة تكمن بجذور عميقة في تاريخنا المعاصر جنابك تذكر تماما بعد الحرب العالمية الثانية هناك الحرب الباردة الحرب الباردة بين الشرق والغرب وظهرت كتلة جدا مهمة كتلة عدم الانحياز التي أنتج هذه أفكارها العظيمة العملاقة تيتو، نهرو وعبد الناصر هذه الأفكار لعدم الانحياز التي هي ضد الاستأمار، ضد القواعد، ضد الاحتكار، تحرير الاقتصاد، استغلال الثروات إلى آخر يشكلت مبادئ قاعدة أساسية للتفكير عد حركات التحرر في العالم الثالث وخصوصا في البلدان العربية ونتذكر الفلسفة التي كان يطرحها عبد الناصر ولاحقا حزب البعث العربي الاشتراكي والقذافي وسوريا والجزائر أيضا بوميديا أذكر السودان أيضا الأنظمة المختلفة اليمن إذن كان هناك في العالم العربي نمطين من النظم السياسية النظم السياسية التي بقت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغرب عموما والنظم السياسية التي تحولت إلى حليف استراتيجي عبر معاهدات التعاون والتحالف الاستراتيجي بين العراق والاتحاد السوفيتي سوريا والاتحاد السوفيتي مصر والاتحاد السوفيتي ليبيا الجزائر في مجال التسليح في مجال العقيدة الأسكرية إذن كان هناك انقسام في طبيعة السياسات استراتيجيات في طبيعة نظرة هذه الدول العربية اللي هي صديقة أو حليفة الاتحاد السوفيتي تجاه النظام الرئيس مالي العالمي والإمبريالي العالمية والاحتكار العالمي الآخري هذه الأفكار سادت على صعيد الأحزاب المنظمات منظمات المجتمع المدني انتهى الاتحاد السوفيتي نعم نعم ما هي تشكل الأزمة اللي حصلت طبعا بالتسعين واحد وتسعين هي امتداد هي امتداد لأن هناك فهم عميق يعني عندما بدأ الاتحاد السوفيتي يتفكك عندما تفككت منظومة الكوميكون الدول الاشتراكية منظومة الاقتصادية عندما تفكك حلف الناتو مثلا وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة وحيدة تقود النظام الدولي ونتذكر تماما كيف الرئيس الأمريكي جورج بوش بدأ يتحدث عن نظام دولي جديد وذكر هذه العبارة أو هذا المصطلح في خطاباته أكثر من 373 مرة لكن طبعا بعد الواحد وتسعين تدريجيا بدأ يتلاشي هذا المصطلح وذكرها ثلاث مرات فقط على سبيل المثال بذكرك للواحد وتسعين أحد المجموعات التي قادت الغزو على العراق من المحافظين الجدد اللي يشكلون قيادة إدارة بوش الابن يقولون أن مهمتهم في الواحد وتسعين لم تكمل ولم تنجز وأنه لا بد من إنجاز هذه المهمة بإزالة النظام في العراق هذه كيف؟ نعم هنا طبعا هذه جزء من المبالغات اللي كانت تطرحها القيادات الأمريكية في الواقع الدمار الشامل اللي حصل في الحرب على العراق في 1991 يناير 17 كان دمار شامل أكثر من مليونين ونص منشأة ومصنع وكنيسة وجامعة ومبنى أما تضررت أو تدمرت بالكامل في العراق مليونين ونص استطاع العراق أن يعيد بناءها عبر التكنولوجيا المتوفرة عندها عبر البنية التحتية يعيد بناء أكثر من 55% وكان هناك مؤتمر في بيت الحكمة لدراسة هذه الظاهرة المهمة جدا على صعيد عيادة تأمار العراق يعني بذل المهندس والتكنولوجيست العراقي والخبراء قدرات وأمكانات مبدعة في عادة بناء الجسور الضخمة أذكر بالجسر اللي كان متحرك في البصرة الجسر المعلق جسر الجمهورية المصانع الصناعات الهاتف الاتصالات الكهرباء ولكن كان هناك حصار دكتور نعم نعم كان هناك حصار لكن بالقدرات البسيطة بما موجود من احتياطيات على صعيد المال أو حتى الأدوات يعني السبير بارت بالمشاءات وبالمصانع أعادوا بناء مثلا مصافي النفوط الدورة كلها صحيح دكتور كلها تم عادة بناء ولكن هناك من يعتقد هناك من يعتقد أن هذا الحصار قد أضعف العراق عسكريا بشكل مهده أو أوجد قناعات وحدة من القناعات لدى الأميركان أنه بمكانه أن يغزون العراق ويسيطرون عليه بكل سهولة لأنه لا بقى عنده شيء بسبب الحصار أنا أرجع أقول هي مبالغة كبيرة لتحقيق أهداف وأطماع واسعة النطاق ومصالح كبرى استراتيجية في العراق وفي الشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عموما أذكر سيدي الكريم عندما وقفت العمليات العسكرية قبل نيسان بال91 وكان هذا الدمار المروع أولا هذا الدمار يشكل مخالفة للقانون الدولي لأن القرار الذي أجاز استخدام القوة لتحرير الكويت حصرا لم يجيز ضرب العراق بينما القوات التحالف قصفت المنشآت والمباني العسكرية والمدنية وغيرها من الشمال وحتى الجنوب وهذا يشكل من مجهة نظر الفقهاء القانون الدولي مخالفة كبيرة للمجتمع الدولي وللميثاق إلى آخره أيضا مسألة استخدام اليورانيوم المنظب اختسام اليورانيوم المنظب أيضا كان يشكل مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني هذه أسلحة تستخدم تقود مستخدمها إلى ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ولحد اليوم يوجد أكثر من 350 موقع في البصرة وفي المدن الجنوبية في العراق تعاني من التلوث الكبير وانتشار الأمراض السرطانية وبسبب هذه الأمراض نعم وبسبب تدمير البناء وبسبب انتشار الأوبئة توفى أكثر من مليونين إنسان من 91 إلى 2003 بسبب الأمراض السرطانية والسوء التغذية وانتشار الأمراض الأخرى بسبب سوء الخدمات التي بدأت تدريجيا نصير على صعيد المستشفيات البنية التحتية الصرف الصحي المياه النظيفة الشروب الكهرباء إلى آخره فالحصار اللي فرض على العراق في 1991 بمعنى استمرار الحصار وفرق التفتيش اللي فرضت لغاية الغزو في 2003 كان لها آثار خطيرة جدا أكثر من الحرب التي شنت على العراق في 1991 أصلا لأن نتذكر تماما كيف يعني كل واردات العراق قبل 2003 كانت مليارين و300 اللي بيها البطاقة التموينية وبها الصحة وبها التعليم وبها الجسوه والطرق وكلها ليس من البداية هاي بالسنوات الأخيرة بالضبط بالضبط لأنه كان في 1991 سفير فرنسا في مجلس الأمن الدولي قال لي عندما انتهت العمليات العسكرية في 1991 استطورنا أنه كل شيء انتهى وسيعود العراقي للوضع الطبيعي بعد انسحاب الجيش إلى بعد الحدود الدولية والدمار الشامل اللي حصل لكن اتفاجئنا بالقرار ستة ثمانية سبعة اللي صدر في نيسان ويقول لما انقريت هذا القرار أو مشروع القرار أيقنت أن موضوع العراق سيكون بلا نهاية مع الولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى أنها يعني لا يوجد حل في العلاقات لا يوجد حل لموضوع أو مشكلة العراق أبر هذا القرار بل هو تكريس للحصار الاقتصادي والسياسي والأسكري والثقافي والعلمي بمعنى يعني الرؤية الأمريكية الخاطئة اللي كانت موجودة هي لا بد من تغيير النظام السياسي في العراق نتذكر لاحقا يعني في أحداث 2011 في ليبيا كانت فلسفة أمريكا تغيير النظام وفلسفة أوروبا تغيير النظام معايد دوميو إفكت نعم نعم هذا يشكل هذا يشكل أساسا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولا يجيز التدخل في الشؤون السيادي للدول أصبحنا نتحدث نتذكر حتى تصريحات الدول الإقليمية التي بدأت تتحالف مع في حينها أوباما وكلينتون حول موضوع ليبيا حول موضوع سوريا وحول موضوع مصر وحول موضوع تونس بدأ الحديث عن تدخل عسكري ودعوة مجلس الأمن وحتى جامعة الدول العربية اجتمعت اجتمع رسمي لكي تدعو مجلس الأمن الدولي للتدخل أسكريا في ليبيا اللي هي دولة عضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة فما حصل مع الأسف هو استهداف يعني أيضا جامعة الدول العربية دولت قضية الكويت بدل من أن تحلها عربية بالضبط بالواحد وتسعين نتذكر تماما كيف السيد القذافي اعترض على البيان اللي كان يقرأ حسني مبارك وكان مترجم على الإنجليزية وكان مسخرة ويعني حتى طبيعة النص لم يكتب بلغة ولا بعقل عربي يكتب بلغة أمريكية وترجب فاحتج القذافي أنه إحنا ما وضعنا هذا البيان ولا ناقشنا هذا البيان كيف أنت تتفضل الآن وتقرأ بيان باسمنا جميعا فهناك إذن تواطؤات هناك سياسات لم ترتقي إلى معالجة الأزمة بصورة منطقية عملية وفق القانون الدولي نعم هناك اعتداء من العراق هناك اشتياح من العراق يتناقض مع القانون الدولي يهدد الأمن الأقليمي تصرف خاطئ وممكن نعتبره أيضا خطيئة كبيرة في تاريخ العراق باتجاه الكويت لكن مع ذلك ممكن نحتكم إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والمجتمع وأذكر في هذا المجال جلالة الملك حسين اللي قام بمبادرات كبيرة رائدة واقترب من أن يعقد اجتماعات ثلاثية أو رباعية بين السيد الرئيس وبين فهاد وبين حسني مبارك في المغرب وغيرها ونتذكر الكتاب الأبيض اللي أصدرت المملكة نعم إذن كان هناك جهود إقليمية جهود للأردن جهود للصين أيضا كان هناك جولة مهمة لوزير الخارجية الصيني لوضع حلول سلمية للأزمة أيضا هناك جهود لوزير الخارجية الروسي يفقيني بريماكوف وألف كتاب حول هذا الموضوع لكن نتذكر تماما العبارة جدا مهمة يستلها السيد بريماكوف عن رئيسة الوزراء البريطانية عندما اجتمع بيها بالنصر تقولها لا مناص نعم تاتشار لا مناص من شن الحرب لا مناص من تدمير الجيش العراقي لا مناص من تدمير الصناعة العراقية لأن هي اعتبرت أن الجيش والصناعة والبنية التحتية في العراق شكل تهديد خطير للأمن الأوروبي والأمن العالمي طبعا هذا مبالغة كبيرة جدا لكن كانت هذه المبالغات تستهدف ضرب العراق أسكريا لتقوير هذا النمو دكتور هذا تأييد اللي كلامك أنه جماعة النيو كونزيرفت سموهم المحافظين الجدود قبل استلامهم السلطة بتلس سنوات ونص رفعه ومذكرة إلى كلينتن من أجل غزو العراق هؤلاء كانوا 18 واحد وقعوها نشرت في التايم عشرة منهم أصبحوا في إدارة بوشي الإبن نعم نعم يعني هم مثل ما تفضلت يعني تكميل إتماما لما تفضلت به كان هناك إصرار على غزو العراق بعد 1991 1991 واستمر العمل على هذا الشيء إلى أن أصبح هناك إلى أن تحقق الغزو الأمريكي في 2003 هل تعتقد أنه يعني الدوافع الشخصية لجورج الإبن لبوشي الإبن نعم الإبن والأب هو أن يقول أنه أنتقم الأبوية لأنه هذا جانب هذا أثر لأنه الباحثين الأمريكان يقولون أنه هاي المجموعة هذه المجموعات الثلاثة المتداخلة اللي تحدثت عنها هذه المجموعات الثلاثة أقنعت حاولت أن تقنع بوشي الإبن من خلال التأكيد على مسألة شخصية أنه هذا الرجل ترى حاول أن يقتل والدك هي ذريعة هي ذريعة لأن هي تهمة بكل الأحوال لا توجد إثباتات وأساني نعم تؤكد أن العراق كان ظليع أو مشترك في محاولة الاغتيال يعني أنا شخصيا لم أطلع على هذه الوثائق لكن هي تهمة ويفترض إثباتها لو كان هناك وثائق نشرت خلال هذه الفترة نعم بالضبط بالضبط أحب أذكر حضرتك تذكر بعد الـ 88 عندما خرج العراق منتصر بعد الحرب الثمانية السنوات مع إيران العراق قبل الحرب كان عنده في الرصيد في الاحتياطي في البنك المركزي أكثر من 46 مليار دولار بعد الحرب بفعل هذا الانفاق الهائل اللي حصل أثناء العمليات العسكرية خرج العراق بديون تقدر بـ 76 مليار دولار هذا يشكل ضغط اقتصادي على الانفاق العسكري التنمية للصناع الآخر زار العراق بتلك الفترة بوب دول عضل الكونغرس الأمريكي مع وفد وكان ينقل رسالة من الرئيس الأمريكي جورج بوش هذه الأثناء كانت العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية متطورة تماما العراق يشتري أكثر من 75% من الرز الأمريكي وأمريكا تشتري أكثر من 80% من النفط العراقي وتجارة وضمانات على صعيد البنك الاحتياط الفيدرالي وعلاقات متطورة طبعا باستثناء الجوانب العسكرية لا توجد علاقات ذات طبيعة عسكرية كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق فبدول في هذا الاجتماع اللي أقد في القصر الجمهوري في الموصل وقدمنا الوثاق مال هذا الاجتماع الأستاذ حامد يوسف حمادي وزير الإعلام والثقافة في حينها طلب ثلاث نقاط عبر رسالة الرئيس بوش الأب أولا الاعتراف بإسرائيل اثنين خفض عدد أو عديد الجيش العراقي اللي أصبح جيش أملاق بعد الخروج من الحرم العراقية الإيرانية إلى الربع تقريبا نعم النقطة الثالثة موضوع النفط النفط العراقي يجب أن يعود إلى الشركات الأمريكية هذه القضايا الثلاث بالنسبة لطبيعة النظام السياسي اللي كان سائد في تلك الفترة في العراق نعم نعم تعتبر انتهاك للسيادة يعني لا يمكن للعراق أو للنظام السياسي اللي أمم النفط في بداية السبعينات في الواحد وسبعين يعود ليعيد هذا النفط إلى الشركات الأمريكية لا يمكن للعراق اللي عندها موقف من موضوع السلام في الشرق الأوسط موضوع إسرائيل موضوع القضية الفلسطينية على رغم أنه هذا النظام اعتبر أن الشعب الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة هي المعنية عن الذهاب إلى تحقيق السلام وما توافق عليه منظمة التحرير يوافق عليه العراق فهذا الموقف كان ممتاز ظهر في مؤتمر قمة الرباط ضمن إطار مشروع الملك فهد في حينها بمعنى العراق ليس لا يتصرف على الضد بالمعنى السلبي الكامل ضد مسألة السلام في الشرق الأوسط لكن في نفس الوقت هي قضية تحت سلطة أو سيادة الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية فما توافق عليه المنظمة يوافق إذن هذا ما ذكرناه دكتور نعم من أنه هناك مجموعة تقول يجب التخلص من النظام في العراق نعم بسبب إسرائيل نعم مجموعة تقول أن النفط يجب أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما ذكر نعم هذه المجامع التي استلمت السلطة نعم نعم إذن يعني تأييدا لكلامك نعم أنه هذه المجامع عندما أصبحت في السلطة كان لابد لها من أن تغزو العراق ما ما كان السبب بالضبط فهي في موضوع النفط موضوع الطاقة موضوع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية قسم يقولون النفط نعم قسم من المسؤولين الأميركان والباحثين يقول لك النفط ما إلى قيمة لم يكن دافعا أساسيا للغزو بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية تستهلك يوميا أكثر من 20 مليون برميل نفط إنتاجها النفط اليوم في هذه الأيام 6 ملايين برميل يوميا إذن هي تعتاج تستورد 14 مليون برميل نفط يوميا المصادر الشرق الأوسط الخليج العربي وأيضا أفريقيا فتحت الولايات المتحدة الأمريكية على النفط الأفريقي في نيجيريا خصوصا وأيضا حتى في فترة معينة في ليبيا إذن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى تحتاج النفط كمصدر حيوي للطاقة للصناعة للنقل ولغيرها من الاستقامات الحيوية ولا يوجد بديل الشمس الحجر دكتور هناك مسألة جدا مهمة على صعيد العلاقة بين العالم الرئيس مالي والعالم الثالث برميل النفط عندما كان سعره 25 دولار عندما يذهب إلى العالم الصناعي يعود إلنا صناعات ومنتجات بالسيارات وبالأدوات نعم تعود بكلف عالية والحسابة كانت استراتيجية الموجودة بالعراق هي البي سي وان والبي سي تو والبي سي ترو أنه نذهب إلى تصنيع النفط أو منتجات نفطية أو صناعات نفطية بيترو كيميائية لأن معناها سعرها التنافسي على الصعيد العالم أكثر تجاري وأكثر ربح لكن أيضا هذه دمرت ولحد الآن مدمرة يعني في تقديرك دكتور العامل الاقتصادي أكثر قوة من العامل السياسي أم هناك تدافل بينه لا لا مؤكد العامل الاقتصادي هو عامل جوهري يعني نعرف تماما أن لو الأزمة الاقتصادية أصلا أو الأزمات الاقتصادية في النظام الرئيس مالي في العامل المال الرئيس مالي هي التي تدفع باتجاه اشتياح بالاتجاه الحروب أفريقيا آسيا أزمات صراعات الاستحواذ الشركات إلى آخره لأن بالنهاية هذا العالم يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي السياسي مالها أكثر من 20 تريليون دولار الصين دعش روسيا الاتحادية 1 تريليون يعني اليوم أمريكا دولة وعالم أملاق على صعيد الصناعات والإنتاج والتجارة الدولية وغيرها طبعا تبحث باستمرار عن مصادر للطاقة مصادر للمعادن له السبب أمريكا اليوم موجودة في أفريقيا كانت لا تهتم حتى أهد كلينتون ليس لديها اهتمامات في القرى الأفريقية اليوم الاهتمامات الأمريكية في القرى الأفريقية واسعة في القرى الأسيوية واسعة قرن الأمريكي الجديد يعني قرن واحد والعشرين نعم بالتأكيد دكتور تذكر بالأثناء الحصار كان سعر النفط البرميلي الواحد 18 دولار نعم مباشرة بعد الاحتلال سعادة فوق الميت دولار نعم يعني هذا يدلل على مدى أهمية النفط بالنسبة لهم بدأ ينبع بالتأكيد وفتحوا النفط العراقي بدون عدادات بدأ تصدير النفط العراقي يعاددون بطبيعة الأسعار الدولية وارتفاع سعر النفط اللي حيؤدي لارتفاع سعر السلع والمواد الأولية الأخرى يعني التي تنتجها لكن اللي يدفع الكلفة اللي يخسر أكثر هو الدول النامية العالم الثالث الشخص الأمسط البلدان العالمية مزين شنو دكتور تفسيرك للتحالف البلير مع بوش والذي طبعا كان متحمسا بلير بالذات كان متحمسا وذاك المحامي البسيط ليس مثل بوش المعروف بأفكار روحانية وأنه يكلم الرب وأنه لابد أن ينقذ أمريكا والعالم من أشلحة الدمار الشامل العراقية وإلى غيره هذا التحالف يعني فرنسا رفضت ألمانيا وقفت ضد ضد فكرة غزو العراق مجلس الأمن لم يصدر قرارا صريحا بغزو العراق بالرغم مما عرضه وزير الخارجية الأمريكي في حينها من أشياء ظهر فيما بعد أنها كاذبة موضوع السيارات والمقتبرات طيب هذا التحالف بريطانيا ما هي أهدافها هل هي أيضا أهداف اقتصادية؟ هل هي أهداف سياسية؟ بريطانيا عدها مصالح أيضا استراتيجية كبرى في الخليج يعني اليوم في الخليج لبريطانيا قواعد عسكرية قاعدة عسكرية بالبحرين الأسطول الخامس في البحرين في الإمارات توجد خزين استراتيجي عملاق للإحتياط العسكري الأمريكي في العالم في الكويت توجد أربع قواعد على ما أذكر توجد أكثر من 45 قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط أكثر من ألف قاعدة أمريكية بالعالم الوجود العسكري الأمريكي وجود عملاق على صعيد البحر البار وحتى اليوم بالفضاء موجودة القوة الأسكرية الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا هذه القوة لا توجد منفردة لكن توجد أيضا عبر تعاون وتنسيق مع حلفائها في حلف النيتو الأطلسي أو مع بريطانيا لن ننسى أن الغلاف أو الدفاع النووي البريطاني هو دفاع نووي أمريكي يعني اللي يحمي بريطانيا طبعا منظومات الدفاع النووية الأمريكية اللي موجودة اللي يحمي أوروبا لحد أيامنا هذه الكلف والأموال والقواعد الأمريكية اللي موجودة ضمن إطار حلف الأطلسي أو ضمن إطار الاتفاقيات الدفاعية بين أمريكا وبين الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي والهسبة بترامب وقبل أوباما كان يتحدث عنه يجب على أوروبا أن تدفع كلف منظوماتها الدفاعية لأن أمريكا تدريجيا تنسحب من هذه الكلف الباهظة بالمليارات وأيضا على صعيد الأشخاص وعلى صعيد العدد والأجهزة والآلات والصواريخ إذن دكتور أحكي لي عن نتائج حتى ما تبقى لدينا من الوقت هذا الغزو تحقق وأسقطوا النظام وأقاموا نظاما جديدا وبعدها نسحبوا بالألفين ودعش هل فعلا هم انسحبوا؟ ما هي نتائج هذا الحرب بالنسبة لهذه الحرب أو الغزو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإوربا نتائج كارثية حتى الولايات المتحدة الأمريكية الكونغرس عندما أجاز هذه الحرب في الفين واثنين تحديدا في شهر دعش تشرين الثاني لأن هذه الحرب لم تجاز من قبل مجلس الأمن الدولي وبالتالي هي فعلا حتى يوميا هذا تعتبر حرب وغزو غير شرعي غير شرعي على العراق وبالتالي كل ما بني على هذا الاحتلال غير الشرعي باطل من قوانين وضعها بريمار من تشريعات من سياسات من تفكيك لمؤسسات الدولة الجيش المنظمات منظمات المجتمع المدني الأجهزة الأمنية وزارة الإعلام وديوان الرئاسة إلى آخره المخابرات كل هذه الإجراءات التي تمتها تعتبر باطلة لأن أصل الاحتلال أصل الفعل هو غير شرعي نتذكر تصريحات غونديلاز رايس قبل أشهر عندما بيّنت صراحة أنه ما كان هدفنا فعلا الذهاب لبناء الديمقراطية في العراق هدفنا الأساسي هو إزاحة صدام حسين من السلطة وحاوله بس صدام حسين ما كان يمثل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية هو ميرفون ولا لأوروبا ولا يمتلك سلاح مؤكد نووي أو بيولوجي يصل إليهم ومقالوا ليرقى 45 دقيقة يقدر العراق يضربنا يضرب أمريكا يعني هذا تضليل هذا تشويش تشويش للإعلام يعني نتذكر كان الرأي العام كانت المظاهرات بالملايين في سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية في بريطان يقول أنا طبعا مرتاح لأن هذا تعبير عن الديمقراطية في روما في باريس في كل المدن الأوروبية كانت هناك تظاهرات مليونية ضد الحرب وضد الاحتلال يعني لكن الشعب العراقي دكتور معاناة الشعب العراقي معاناة الشعب العراقي بالتأكيد اليوم ماذا حدث جدا كبيرة نتيجة للإحتلال جدا كبيرة اليوم أكثر من 40% تحت مستوى خط الفقر 40% نعم وهذه إحصائيات أنا أدري 35 لازم ارتفع الرقم نعم وأيضا 31% أعطلين عن العمل نعم البطالة عندك اليوم مثل ما أشرت حضرتك 6 ملايين إنسان أمي 6% من سكان العراق يستهلكون المخدرات واليوم موضوع المخدرات بالعراق نعم فضائح فضائح كبيرة شركاء بها البعض مع الأسف من رجال الدين من السياسيين من الأحزاب من المنظمات هناك تواطئ كبير في هذه المسألة الخطيرة وتحدث رئيس اللجنة الأمنية الزهلي في فيديو قبل أيام عن هذا الموضوع الخطير واعتبر أنه لا يمكن مواجهته لأنه هناك شخصيات كبيرة مرتبطة بهذا الموضوع عدنا أيضاً أكثر من 5 ملايين بوينت سبعة أطفال أيتام بسبب الحروب اللي استمرت من 2003 لليوم هذه الحروب الدموية العبثية عدنا مليونين أرمل النازحين 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 نعم وصل عددهم إلى 5 مليون بوينت 2 غير المهجرين خارج بالخارج تقريباً 3 ملايين و 800 ألف هذه الأرقام مروعة تدمير العقول إضافة يعني الرقم اللي يظهر أن هناك أكثر من 7000 عالم وباحث وكاديمي وطبيب ومهندس غير قتلوا نعم نعم بيد المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الإيرانية وأجهزة مخابرات إقليمية وحتى تتهم المخابرات الأمريكية بتصفية بعض الأناصر نذكر فضيحة أبو غريب هذه الفضيحة المشينة يعني يندى لها الجبين اختصاب للأطفال للنساء قتل مروع للرجال تعذيب والصور تظهر فرح وغبطة الجنود الأمريكان وجنديات في تعذيب السجناء لا يعكس أي جوهر سامي للثقافة الأمريكية عند الجيش الأمريكي مع الأسف معناه هناك خدعة كبيرة لما تصدر أن أمريكا من قيم ومن ثقافة عبر الكتب لكن على صعيد الواقع كان هناك شيء مروع مخجل مخيف يعني وعار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأبد أيضا يجب أن ننثير الانتباه إلى إيران التي استغلت هذه الظاهرة أنا لتسألك لماذا لماذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية وتركت فراغا أعلنت إيران مسبقا أنها ستملأ هذا الفراغ مصالحها اتركها من العراق وإيران والخلافات حول هل هي جادة أم لا لماذا تنسح بالولايات المتحدة الأمريكية التي يعني الحرب كلفتها أكثر من أربعة آلاف جون دي مارينز بسيطة حوالي 36 ألف قتيل من عدهم غير هذه بعض أيضا إحصائيات أخرى وبالتالي تجي تفسح مجال لدولة أخرى بالسيطرة على البلد التي تدعي أنه جاءت من أجل أن تسود فيه الديمقراطية والرخاء هناك مأزق أكيد الاستراتيجية الأمريكية عبر الحرب على العراق التي تشكل تورط كبير للإدارة الأمريكية تورط لأنها انتهاك مثل ما أشرنا القانون الدولي القانون الدولي إنساني استخدام أسلحة محرمة الشعب العراقي لم يستقبل القوات الأمريكية الغازية بالورود كما كان يدعي البعض الإدارة الأمريكية بول بريمار ومجلس الحكم والأنظمة التي بدأت تشكل لم ترتقي إلى مستوى تحقيق ديمقراطية حقيقية أيضا هناك مسألة جدا مهمة دكتور مظفر أن الديمقراطية هي ليست الذهاب إلى صندوق الاقتراع الديمقراطية هي ديمقراطية اجتماعية ديمقراطية اقتصادية ديمقراطية العدالة الاجتماعية العدالة في توزيع الموارد اليوم الموارد هناك أكثر من تريليون دولار دخلت للعراق فقط من النفط من 2003 ل2015 كما أشار سيد عادل عبد المادي وذهبت بدون مشاريع حقيقية على صعيد البنية التحتية أذكر اليوم نحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية 2.5 مليون وحدة سكنية لأن الأماكن أو المدن العشوائية تنتشر كالسرطانات في العراق اليوم اللي يسكنها 3 ملايين بوينت 3 عراقي وهذه المساكن العشوائية أو المدن العشوائية هي لا تصلح لسكن البشر أو للحياة البشرية على الصعيد الصحي والمياه وغيرها من التفاصيل نحن أمام كارثة مروعة لتعل هذا الحصار نعم أكمل لك حتى جاوب الغزو نعم كل الباحثين يقولون أنه أساس بناء المجتمع هو التعليم والقضاء ماذا حدث كنتيجة من نتائج الحرب بالنسبة للتعليم والقضاء في العراق نعم يعني نحن نتحدث عن الفساد المالي وحتى السيد العبادي رئيس الوزراء يعتبر ظاهرة أخطر من الإرهاب وتبنى استراتيجية لمواجهة هذا الفساد المالي هذا الفساد المالي يا سيد الكريم تمأسس اليوم في العراق معنى أصبح جزء من النظام جزء من مؤسسات الدولة التشريعية القضاء جزء من منظمات الفساد جزء من مؤسسات الفساد ونفس الشيء التعليم العالي ونفس الشيء التربية مع الأسف يعني اليوم هذا الفساد يقوض يفكك يحول دور مؤسسات الدولة إلى دور ضعيف هش في الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق إذن لابد من تقويض هذه المؤسسات مؤسسات الفساد لابد من عادة صياغة المشروع الوطني العراقي على أساس تعددي ما قلت لي على التعليم والقضاء للطائفية هو أشرت الحضرة ونت حجيت لي الفساد عموما نعم لكن التعليم منطيتني أحصائيات مثلا كم عدد يعني نحتاج إلى دعش ألف مدرسة على سبيل المثال وإن الأرقام اللي ظهرت أيضا انخفاض مستوى التعليم اليوم بسبب الشهادات المزورة هناك أساتذة بالجامعات العراقية شهاداتهم غير موثوق بها مستواهم العلمي متدني أغلب الكفاءات العلمية الأكاديمية اللي كانت موجودة بالجامعات بسبب الحروب أو بسبب سياسات الإقصاء والتهميش غادرت العراق إذن هناك فقر على صعيد البنية العلمية في الجامعات العراقية جرى هناك بعض الإنفاق على صعيد البنية التحتية لهذه الجامعات بالمختبرات بالأبنية بالصبغ إلى آخره لكن لا يوجد تطور حقيقي يعني ما اسمعنا عن ظهور جامعات حقيقية اهتمت بها دولة أو أقسام علمية جديدة بالعكس اليوم هناك ظاهرة خطيرة بدينا نسمع عنها ظهور جامعة طبية أهلية مثلا يعني وهذه كارثة خصوصا في موضوعات الطب أو في الموضوعات العلمية ممكن نتحدث عن جامعة أهلية في القانون في العلوم السياسية في الاجتماع إلى آخره لكن لا يمكن الحديث عن جامعة أهلية في العلوم الطبية لأن أكيد ستخرج أو الأوتبوت للجامعة والانفلات الأمنية دكتور أدى إلى أن يعني يهدد الأساتذة من قبل بعض الطلبة الأستاذ يشعر أنه هو موف أما الطلبة أيضا الطالبات من الصعوبة أن يتنقل بين بيوتهم ومتجامعات وما زالت الأمور بهذا الشكل يعني يجب أن تعالج يجب أن يكون علاج والعلاج يجب أن يكون جذري نعم تكيير مثل ما تفضلت حضرتك يعني يجب أن تتغير كل استراتيجية الدولة بالضبط بالضبط وكل سياساتها بالاتجاه اللي يخدم مجتمع متماسك بدل أن يكون مفكك بهذا الشكل بدل أن السودة التفرقة المذهبية والعنصرية والطائفية التي جاءت بها السياسة بالحقيقة والولايات المتحدة الأمريكية كان متعمد يعني عندنا بالدستور المادة لا تتحدث عن مكونات ولا تتحدث عن وطن ومواطن يجب أن نعيد صياغة الثقافة السياسية في بلدنا على أساس الوطن والمواطن على أساس احترام الحقوق على أساس التوزيع العادل للثروة على أساس الوطن العابر للقوميات والطوائف والأديان مجتمع للعدالة مجتمع مدني بعيد عن الصراعات المذهبية والدينية عن التمييز الديني هناك مشاكل كبرى كانت نتاج السياسات أسميها المتخلفة للإدارة الأمريكية نتذكر بول بريمر عندما كان تصريح أنه أنا جئت للعراق وهو حاكم مدني أمريكي للعراق يعني مقام رئيس الجمهورية ويصدر القوانين وبيد السلطات الثلاث وأنا لا أعرف أي شيء عن تاريخ العراق مثل لما مرة قال بوش في إحدى الخطبة أنا ما كنت أعرف بالعراق كسنة وشيعة يعني هذه كوارث يعني أنت تأتي لاحتلال بلد وأنت لا تعرف عن أديانة وتاريخها وثقافة ومجتمعها واقتصادها فبالتالي رحنا إلى كارثة بعد هذا الاحتلال اللي هو احتلال بالتأكيد دموي تدميري لا شرعي شكرا دكتور يا مرحبا غازي فيصل يا مرحبا أستاذ العلوم السياسية عضو لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات شكرا على هذه الإفاظة والتوضيحات أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم ونلتقي بكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة